مرحبا برج الحمل اهلا بكم رح نسويها هالمرة حق الحياة العملية اللي تخص الأموال الوظيفة الورث وعندنا هني جانب الحياة العاطفية انت مع الشريك ايضا في نهاية القراءة رح نشوف طاقة المنفصلين داع الشهر رح يكون في رجوع عزيزي برج الحمل انت مقبل على انفراجه في وضعك المالي وتحسن مو بس تحسن عادي هذا ما اشوفها طاقة الزيادة بثر ما انها فترة تمر فيها براحة مالية تستمتع فيها برخاء ولكن في موانع قبل ما ننتقل الى طاقة الخماسي الاول في تحديات في موانع في هذا الشهر فيه ظروف معينة من اشخاص معينين لان انت هنا يسألك التارو ما هي الطريقة اللي رح تتبعها لما نشوف السيف الاول هنا مطلوب مننا نفكر ونعيد التفكير في الطريقة واذا طريقة رقم واحد ما نفعت ننتقل لطريقة رقم اثنين طريقة رقم اثنين ما لازم دائما نكون عندنا كذا خطة بديلة لان اللي ظاهر مني هنا اللي ظاهر من الاوراق ان انت عندك احتبال او قاعد تمشي برج الحمل عشان توصل لهاي الراحة المادية اللي في بالك او هاي الوظيفة او هاي الترقية هذا الورث اوكي عشان توصل لها انت حاط في بالك سيناريو واحد لازم تكون طريقتك متعددة الاحتمالات اذا هاي الطريقة ما نفعت راح انتقل لطريقة رقم اثنين وتكون فيها اولوية لان اللي قاعدة اشوفه ان وضعك وضعك حاليا مستقر ما في احد يقدر ياخذ منك حقك وايضا ما في احد يقدر يصرفك اذا عندك مخاوف تخص مستقبلك الوظيفة فهذا الكرت يقولك ان وضعك راح يكون مستقر ولكن الاستقرار مو كفاية بالنسبة لك انت هني تسعى لتحقيق راحة اكثر نجاح اكثر اموال اكثر من هني التحدي او شانت بتكون طاقة التحدي عندك خلال ان اسلوبك محتاج بسرعة تغيرها لان عندك هني شخص عندك هني اشخاص ما يرغبون في التعاون معك يبوني اخرون عليك الموضوع نوعا ما كسالة تتعاملون في الوضع العملي مع اشخاص نوعا ما كسالة ويمثلون بالنسبة لكم تحدي الاسلوب هذين الاشخاص التفاهم معاهم ما راح ينفع المناقشات معاهم المساومة معاهم ما راح تنفع لانه هني خلال هذا الشهر محتاج تتجاه بالخفاء لانه طلع عندنا كرت سبعة السيوف وهذا كرت الخفاء محتاج خلال هذا الشهر ان تنتقل تنقل طلبك تنقل مناقشاتك مساوماتك حتى الاشخاص اللي تتوجه لهم محتاج تغيرهم الاشخاص اللي انت قاعد تناقشهم في هاي الموضوع ما بتحصل منهم نتيجة اوكي لانه هم عندهم نوع من الكسل عندهم ايضا نوع من ما يريدون انه يتعبون انفسهم يتعاونون معاك لانه يحسون انه ما راح يخسرون شيء الخسارة راح تكون او التأخير راح يصير عليك انت الخسارة من جيبك انت فمحتاج تاخذ هذا السيف تتجه الى اشخاص ثاني لما يكون عندك سيف معناته عندك اداء عندك طريق ثاني ولكن مو مع هذلين الاشخاص مثلا نفرض احين ان ينترجم الطاقة نفرض ان انت سعى للحصول على ترقية او وظيفة في مكان معين كد دائما تتردد على ابواب مدير معين او مسؤول معين محتاج تغير الشخص محتاج تغير الاشخاص اللي تطلب منهم هاي المساعدة او الاشخاص اللي قاعدة هني تحاول انه يساعدونك عشان تحقق هذا التوازن المالي لما نشوف الخماس الاول معناته راحة راحة وهني خلال هالشهر انت قاعد تحاول تسعة الطاقة شجعك انه تحاول تسعة تتخلص من القيود سبعات السيوف لما يطلع عليك في الجانب العملي يقول لك شوف في شيء اسمه نفاق وفي شيء اسمه دبلوماسية لطالما انت اتبعت اسلوب الوضوح برج الحمل برج واضح برج مباشر الابراج النارية كلها واضحة ما عندها نفاق ما عندها واحد اثنين ما ترونه وما تحصلون عليه ولكن وضوحك مع هذلين الاشخاص ما عاد يأتي بنتيجة. محتاجين نسوي خلال هالشهر? اول شي تاخد سيفك تطرق باب شخص ثاني. اوكي? زباين غير. اه مسؤولين غير. اه اذا كنت مثلا تتناقش مع اخك الاكبر او اختيك الكبرى من اجل الورث حاول ان تصل الى اتفاق مع الاخوان المثلا الغير. محتاجين نتغير. الخطوة الثانية ان تكون خفي نوعا ما. عشان تصل الى هاي الخماسة الاول ان يكون عندك مو بس استقرار تحافظ على. شوف انت هني مرور عندك تحقق شيئين. اول شي تحافظ على الشي المستوى اللي وصلت له. تحافظ علينا ان في اشخاص هني كأنه ما يبوني خلونك. ما عندهم مشكلة ان انت تخسر الاستقرار اللي انت وصلت له. ما عندهم مشكلة ما راح يخسرون شيء. والخطوة الثانية الموضوع الثاني الهدف الثاني ان انت تصل الى مستوى اعلى. اوكي ما ينفع ان انت فقط تضل على موضوع ان احافظ على وضع الحالي. فهني هذكر تقول لك محتاج تستعمل اسلوب عدم الوضوح او الخفاء. حنا دائما نقول استعينوا على اموركم بالكتمان. نعم مناقشاتك اوكي قاعد تساوم قاعد تتفق مع شخص غير عن اخوك الاكبر غير عن مديرك في العمل غير عن الاشخاص الهنين القديمين اللي عندك. خل مناقشاتك خل مفاوضاتك تحت الطاولة. ما حد يدر عنها لحد ما تمسك هذا الخماسي في يدك تتاكد منه ان خلاص الموضوع تم. ان خلاص المحكمة راح توافق. ان خلاص الاموار راح تعطى لي. الترقية راح تعطى لي. الوظيفة راح تعطى لي. لحد ما يتحقق الشيء 100% لان فوق الخماسي السيف الاول. 100% بعدين تخرج الشيء الى العلن. هذا من الناحية العملية. من الناحية العاطفية. برج الحمل. خلا شوي يقرب لكم عشان تشوفون معي. برج الحمل. بالناحية العاطفية. شريكك احس بتأنيب الضمير. احس انه هو قاعد يحملك فوق طاقتك. ولكن في نفس الوقت اهني عندنا كارت الساحر. كارت الساحر اقول لك ان شريكك في هاي الفترة. تعرف اللي وقع في في المصيدة او وقع في المشكلة او او دخل في التزامات. دخل في التزامات وقع تشيكات. وقع عقود لدرجة انه ما يقدر يتخلص منها جدا صعب. هذا الكارت يقول لك. تعرف شلون الفراشة تذهب مسرعة الى الشعلة. الى النار. الماث. الماث دائما تركض الى النار مع ان النار تقتلها. ولكن الفراشة ما عندها علم. ما عندها معرفة. فعندك شخص احتمال كان جاهل في السابق او كان ما يسمع كلامك. خلال هذا الشهر ابتدى يصل الى حقيقة الوضع. انه هو فعلا. كان المفروض انه يأخذ بنصيحتك. ولكن لما اشوف كارت هنا. لانه كان فيه اغراءات. لما اشوف الساحر كان فيه اغراءات. زين? وفي هذا الكارت يقول لك عشرة الاخصان. ان شريكك في هاي الفترة واقع في المصيدة. واقع في المشكلة. لدرجة انه ما يقدر لوحده. وركز على نقطة لوحده. ما يقدر لوحده انه يخرج من المشكلة اللي واقع فيها. زين? يشعر بالندم تجاهك. يشعر انه يجب عليه ان يعوضك. يتمنى. عنده امنية انه يريد ان يعوضك. انه عارف الغلطة اللي سواها هني. الموضوع او في الفترة القادمة. هذا كارتك انت كارت الامبراطور يا برج الحمل. انت فقط اللي قادر ان تغير وجه الموضوع. ان تغير وجه العملة في الفترة القادمة. ان تقلب صفحة الكتاب. عندك شخص ايضا تشوفه هني يريد ان يفتح معاك صفحة جديدة. يمكن هو اعتذر اكثر من مرة. ولكن شوف. من هذي. خلنا نتكلم بصراحة. خمسة مع عشرة مع ساحر يقول لك. ليش انا قلت لكم مثال الفراشة. الفراشة مهما تعرف حتى لو عرفت ان هذا الشعلة تقتلها. رح تظل تذهب اليها. ما عنده قدرة على مقاومة انه يقول كلمة لا. مثلا لما يطرق احد باب حياته. حتى لو كان مرتبط فيك. ما يستطيع ان يقاوم. ويقول لا. او يقول ترى انا مرتبط. ما يستطيع ان يرفض طلبات الاخرين. فيه يدخل هنا في التزامات مالية. احتمال ايضا برج الحمل شريكك معرف. او عندكم ايضا الشريك اصلا قاعدة هنا في السجن. شريك محبوس قاعدة اشوف هنا شريك محبوس. او على وشك ان ينسجن. فيها قصة سجن هنا. هنزين? فما في احد يستطيع ان يخرج يفتي له. عشان يطلع في الفترة القادمة سواء انتم. محتاج لمساعدتكم في الفترة القادمة يا برج الحمل. هنزين? حتى هنا في الحياة العملية ترى. احس ان الوضع ما راح ياثر عليك فقط بروحك. وضعك مع شريك. وضعك مع شريك. انت اللي لكن في الفترة القادمة لك اليد العليا. لان هنا نتكلم عن كرت الفول رقم صفر هو كرت الحرية. احتمال كبير. لان هذا كرتك وهو الامبراطور. ان انت اللي راح تستطيع ان تشهد مع شريكك. عشان تخرج من السجن. او عشان على الاقل تجنب السجن. تجنب المشكلة اللي راح يقع فيها. محتاج انك اه تكفلة حتى. اشوف ايضا طاقة الكفالة تكفلة. اه تشهد له. اوكي. تخرج من السجن. بما انه طلع علي كرتك هذا. معناته انت اللي راح تكون في موطن القوة في الفترة القادمة. في العلاقة انت اللي تقدر ترسمها في الفترة القادمة. راح يكون نوعا ما قابل للتطويع. قابل لترويض شريكك في الفترة القادمة. ولكن هذا يأتي بثمن. الثمن انه عندكم شخص يتصرف نوعا ما طاقة الفول. طاقة الفول هي طاقة مراهق. طاقة اللي دعني اقع في المشكلة. بعدين انقذني. وحنين خلا نشوف طاقة المنفصلين. هل راح يكون في رجوع. خلال شهر فبراير. وراح اذكر لكم بالضط ما هي الابراج اللي احتمال اكثر ان يصير بينها رجوع. الابراج المائية. هذا ايضا كرت برج العقرب. فعندنا هنا في الابراج المائية كرت برج العقرب. السرطان الحود. وهذا مرة الثانية ايضا كرت برج العقرب. وهذا كرت الرجوع. الشمس. كل الكرتات جدا ايجابية يا عزائية. منفصلين حق الرجوع. لكن هذا كرت برج الاسد. ففي ابراج معينة. اوكي. هي لها اكثر احتمالية ان يصير فيها الرجوع. اشوف خلال هاي الشهر مو بس الرجوع. يبتدي الحديث عن الخصوصة للمطلقين اعزائي. لان لما اشوف الكوب الاول ونشوف منفصلين. معناته مو بس علاقة. هنا في شخص طلق شريكة او شريك من زي من برج الحمل ويرغبون في الرجوع. في حديث. حديث قاعد يرجع مرة ثانية ان هل راح تقبل فيني. هل راح تقبل فيني. ارغب بالرجوع. ارغب ان نرجع الى الزواج. قاعد اشوف هنا مو رجوع فقط الى علاقة. رغبة قوية للرجوع الى زواج. خصوصا اذا كان شريككم اسد. نزين. اا برج الحمل خلال هاي الشهر. احس ان شهر فبراير راح تكون انت يا برج الحمل في ماطن قوتك. وتستطيع مو بفقط هنا ان تخرج نفسك من ضائقة او من مشكلة. حتى شريكك. حتى شخص اللي تتمنى انك ترتبط به. هذا كارت برج الميزان. فايضا نصيح لك هنا شيء تخص النظام القانوني. نعم. في شخص اخطأ بحقك. في شيء تشوف برج الحمل. في شيء قانونيا خلال هالشهر. انت استطيع ان ان تحكم في او تغير المعادلة. عندكم شخص احتمال انه راح ينسجن. احتمال انه راح ينحبس. وانتو بتحركاتكم تستطيعون ان تجنبون السجن او اذا رغبتو. نهاية القرار راجع لكم. تستطيعون ان ما نتساعدونا واتخلونا يذهب الى النظام القانوني. النظام القضائي. السجن المحكمة. اوكي. اليد العليا لكم يا برج الحمل. خلال هذا الشهر. الكرت الثاني. بيس. نو بليس لاك هوم. هذا كرت الرجوع برج الحمل. شخص قديم مألوف لديكم. احتمال هذا اشوفه للمنفصلين. يمكن مو الشرك اللي انتو تنتظرونه وتفكرون فيه. اللي قبله. نو بليس لكم شخص اقدم من الشخص الحالي اللي في بالكم. ممكن اذا انتم متزوجين. الزوج اللي قبله. الزوج اللي قبله قاعد يفكر فيكم. الزوج الاول. زي اللي انا اشوف كأنا ما انتو حاطين في بالكم شخص. ولكن فيه شخص هني قديم يسبقه. انتو اصلا ما قاعدين تفكرون فيه. خلال هاي الشهر. اهو اللي يسع انه يتواصل معاكم. اهو اللي عنده رغبة هني لا تنسونكو بالاول. يرغب يتكلم معاكم ويفتح الموضوع من جديد. موضوع الارتباط. اشوف ان هذا الشخص نضج اكثر بكثير من الفترة لما كنتوا مع بعض. وحتى حقق نوع من الاستقرار المادي افضل من السابق. ولكن عزائي برج الحمل.